قلية الفقه الحنفي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين وبعد فأيها الإخوة والأخوات حياكم الله وبياكم باب الجنائز الإنسان خلق في هذه الحات الدنيا لفترة قصيرة جدا فترة قصيرة جدا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم هذا حياتنا الدنيا كأنها ساعة لحظة يعني تعرفنا ثم انتهت حياتنا كأنهم يوم يرونها يوم يرون الساعة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فلذلك لا ينبغي للمسلم العاقل الفطن أن يغتر بهذه الحياة الدنيا ويعلم أننا نقرأ الآن في باب الجنائز ويتصور نفسه أنه هو الجنازة لأنه كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول الدنيا هذه يعني لحظات وتنقضي إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت ولقد يكفيك فيها أيها الطالب قوت فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالكا أمره متلذذا فيها بكل نفيسة متنعما فيها بنعماء عصره لا يعتريه السقم فيها مرة كلا ولا ترد الهموم في باله ما كان هذا كله أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره ركوب كالنعش تعرفون النعش ما يوضع فيه الميت تابوت ركوب كالنعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس يوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس فنحن الآن نقرأ عن أحكام تتعلق بآخر مراحل هذا الإنسان في الدنيا نعم آخر مراحل حينما يولد يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى وينتظر هذه اللحظات حتى يصلى عليه الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وقال في سورة المؤمنون ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هذا الخلق اليسير اللي احنا الآن فيه ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون في أي أخرى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون لأن هذه الحياة الدنيا لحظات لا ينبغي للعاقل أن يعلق قلبه فيها وأن يجعل كل آماله عليها وأن يفني كل ما لديه من طاقات واستعدادات في سبيل تحصيله وهي في الحقيقة أحلام نوم أو كظل زائل إن اللذيب بمثلها لا يخدع نعم فلا ينبغي أن نغفل عن الموت أكثر من ذكر هاذم اللذات يعني الموت هاذم بالذال يعني قاطعها أكثر من ذكر ما يقطع اللذات حتى لا نسترسل مع شهوات النفس ورعوناتها فنغفل عن الله ننشغل حتى ونحن في صلاتنا ننشغل في الدنيا ونحن في مساجد الله ننشغل في الدنيا فيسهل علينا المعصية من أراد أن تصعب عليه المعصية وتندر منه المعصية فليكثر من ذكر الموت من أراد أن يؤدي حقوق العباد فليكثر من ذكر الموت من أراد أن يسارع في الخيرات فليكثر من ذكر الموت ذكر الموت علاج لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا من ذكر هذه الملذات يعني الموت وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة ومنعنا ونهانا عن كل ما يرغبنا في الدنيا قال لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا مر على ابن مسعود رضي الله عنه وهو يسلح خصا له خص بيت من قصب فقال ما هذا يا ابن مسعود قال نصلحه قد وهي قال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك كان يعني ينصحهم يقول لهم يا ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنك بي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فكيف كان ابن عمر رضي الله عنه يفهم هذا الحديث هذه النصيحة النووية قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك أنت الآن صحيح تستطيع أن تقوم الليل تستطيع أن تصوم النهار تستطيع أن تكثر من ذكر الله تستطيع أن تقرأ القرآن عيناك تبصر بهما تستطيع أن تساعد الناس تنشي في قضاء حوائج الناس في حل المشاكل والإصلاح بين الناس تستطيع أن تكثر من الدعاء تستطيع أن تكسب وتنفق لكن يوشك أن تفقد ما لديك من طاقات ومن مؤهلات ومواصفات وتصير عالة على من حولك فخذ من صحتك لسقمك لأن الله تعالى يعطي العبد حال المرض ما كان يعمل حال الصحة حديث في صحيح البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له ما كان يعمل صحيحا مقيما فهذه أحببت أن أقدمها بين يدي الحديث عن كتاب الجنائز لنستحضر أن ما يحدث هنا هو يحدث معنا فلا نقرأه قراءة فقهية جافة لا علاقة لها بالحضور ويعني النظر في مآل أمرنا هذا هو مآل أمرنا كل واحد منا يقرأ الآن كأنه ومن احتضر يضع نفسه سليمان يضع نفسه فلان تضع نفسها فلانة أنا الآن يقرأ عني هذا ما سيحدث معي تمام؟ قال المصنف رحمه الله ومن احتضره أي قرب موته احتضر بمعنى حضره من لم يكن يراهم الملائكة ومن احتضره أي قرب من الموته وجه إلى القبلة على شقه الأيمن وهو السنة كيف يعامل؟ نعم شق الأيمن كيف يوضع في قبره؟ كيف ينام على فراشه؟ هكذا هذه القبلة مثلا لو فرضنا هذه جهة القبلة يوضع رأسه وصدره وهكذا كما لو كان نائما أو كما لو وضع في قبره يوجه إلى القبلة هكذا واضح؟ هذا القول الأول وهو السنة واعتبارا بحالة الوضع في القبر هكذا يوضع في القبر لقربه منه لقربه من نزول القبر نعم كلنا قريبون من النزول في القبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مث ذلك في أي لحظة قد لا تستيقظ إلا وأنت في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار في أي لحظة ها؟ فلنستعد لهذا اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة قال واختار المتأخرون الاستلقاء قالوا لأنه أيسر لخروج الروح متأخرون نظروا قالوا الاستلقاء أفضل الاستلقاء بمعنى أن يكونوا مستلقين كيف لما يصلي صلاة المريض يكونوا مستلقين على قفاه على ظهره وقدماه باتجاه القبلة قدماه باتجاه القبلة ويرفع رأسه قليلا حتى يكون هذا ماذا؟ أسهل أسهل له وأسهل لتغميض عينيه لأن الميت أول ما يموت يستحب تغميض عينه أو عينيه وشد لحيه كما سيأتي معنا نعم لألا يعني يقبح منظره قال ولقنا الشهادة يستحب أن يلقنا الشهادة قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله والمراد من قرب من الموت لقنوا موتاكم هنا مجاز باعتبار ماذا؟ ما سيأول إليه إني أراني أعصر خمرا مع أنه يعصر عنبا سماه خمرا باعتبار ما سيأول إليه والمراد من قرب من الموت لأن هذا الموضع أو هذا الموطن من مواطن حياة الإنسان أخطر موطن في هذه اللحظات يأتي الشيطان يحضر الإنسان ليش؟ في كل صلاة يستحب لنا قبل أن نسلم أن نستعيذ بالله من أربعة نقول الله نعوذكم عذاب جهنم ونعذاب القبر فتنة المحيا المات وعوذكم شير فتنة المسيح الدجال ما هي فتنة المحيا؟ فتنة الإنسان في زوجه في أبنائه في ماله شهوات الممات قالوا هذه فتنة الشيطان يأتي عند الإنسان عند الموت أو عند لحظات الموت ويحاول أن يغويه وأن يقنعه بأنه مثلا متعا النصرانية متعا اليهودية فإنها الأفضل نعم نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا هنا وفي الآخرة عند سؤال الملكين قال ولا يؤمر بها لا تقول له قل لا إله إلا الله لأن الإنسان يعني لو أصيب بألم في يده أو في رأسه لو أصابه صداع لا يعود يحتمل أن يتكلم معه أحد فضلا عن أن يأمره صحيح؟ فهذا الإنسان يشعر بألم في كل جزء من أجزاء جسمه الروح موجودة وملك الموت ينتزع الروح ينتزع الروح فلذلك جاء في بعض الآثار أن سكرات الموت سكر واحدة قال أشد من ألف ضربة بالسيف وغلي بالقدور ونشر بالمناشير سكرات نعوذ بالله من سكرات الموت هذه نعم فكلنا يجد سكرات الموت إلا الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة هذه نعم فنسأل الله أن يخف عن سكرات الموت نسأل الله أن يتوفانا شهداء في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ولا يؤمر بها ولكن تذكر عنده وهو يسبع يعني نبقى نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا نقول له قل لأنه يخشى إذا شددنا عليه أن يقول لا لا أريد من شدة الألم الذي هو فيه لذلك بعض العلماء اختار أن الإنسان في هذه اللحظة ينزع عقله أو يغيب عن عقله فلا يعود مكلفا بما يقول لذلك إذا رأيت إنسانا مثلا عليه الصلاح أو معروف بالصلاح وعند الموت تكلم بكلام لا يفهم أو كلام يعني قد يسيء الناس الظن به فالأفضل في قلبك طبعا الواجب أن تستره وأن تعتقد فيه حسن الظن وأنه في هذه اللحظة ماذا لم يعد مكلفا لأنه قد زال عقله وقال واختار بعض المشايخ زوال عقله عند الموت خايف الآن يريد أن يذهب إلى الدار الآخرة هل يبقى فيه عقل إنسان يقاد إلى إعدامه إلى حبل المشنقة كيف يكون عقله هل يتكلم كلام الإنسان الواعي لا صحيح أي نعم فينظر هذه النظرة هنا عندكم في الأسفل كان أبو حفص الحداد يلقن المريض يعني الذي قد حضره الموت استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ويصح الحي القيوم على الرفع يعني على المدح الرفع القطع عن النصب إلى الرفع استغفر الله الذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم وأتوب إليه قال فيه استغفار وتوبة وندم وتوحيد وليس فيه أمر بحيث ينزجر نعم وكذلك ليس فيه إدخال الحزن على ذويه لو كان ذوه موجودين وستقوله قل لا إله إلا الله يقول لا يعني يصحون آه معناه هذا أنه ايش اقترب موته فيقولها هكذا لا على الأمر لألا يحدث شيء من هذا قال فإن مات إذا مات الميت قال صلى الله عليه وسلم إذا خرجت الروح تبعها البصر دخل على أبي سلم رضي الله عنه وقد شق بصره بس يموت الإنسان هكذا بصره يشق هكذا إلى السماء تدخل عليه وهو هكذا فإذا خرج الروح تبعه البصر اللي يأتي ملك الموت ينزع الروح ومعه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب فإذا نزع الروح وينتزعها من كل عرق روح المؤمن تخرج كما تسيل القطرة من في السقاء بكل سهولة وروح الفاجر أو الكافر والعياذ بالله تتفرق في جسدي حينما يقولها أيها تهو الروح الخبيث أخرج إلى سخط من الله وغضب فتتفرق في الجسد لا تريد أن تخرج تخرج إلى جهنم فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلون فتتقطع معها العروق والأعصاب وهكذا أما المؤمن قل أيها الروح الطيبة اخرج إلى روح وريحان ورب غير غطبان فتخرج تسيلها كالمتهوع بعض الآثار جاءت كيف الذي يريد أن يستفرق لا يستطيع أن يملك ما في بطنه يستقي هكذا روحه تخرج بسرعة إلى لأنه يرى مقعده من الجنة فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه وهذا يرى مقعده من النار فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه فتأخذ ملائكة الرحمة روح المؤمن ملائكة عذاب من روح الكافر ثم حديث البراء بن عازب المشهور لا بد أن ننظر في هذه الأحاديث لنعرف ما سيحدث معنا لنتخذ القرار هل نحن يعني على قدر نحتمل فيه عذاب الله إن كنا كذلك فلنفعل ما نشاء وإن كنا لا نحتمل عذاب الدنيا نار الدنيا آلام الدنيا ضرب المخلوق فمن باب أولى أننا لا نحتمل ضرب الخالق ولا عذاب الخالق فلنتب ولنستغفر ولنستعد للقاء الله سبحانه وتعالى فإذا مات ماذا فعلوا؟ شدوا لحييه الإنسان يرتخي تسترخي مفاصله ففتح فمه وبصره يشق فحتى لا يقبح منظره يشد لحييه هكذا يعني قطعة قماش هكذا وتعقد من هنا أو العكس تربط من عند الرأس حتى يبقى ماذا؟ الفم مغلقا ويغمض قال وغمض عينيه يفعل هكذا حتى لا يقبح منظره هكذا فعل صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة رضي الله عنه ولأن فيه تحسينه تحسين منظره لألا يقبح يعني منظر الإنسان وهو ميت بدون هذا يعني منظره مخيف ومستقبح قال ويستحب تعجيل دفنه قال صلى الله عليه وسلم عجلوا موتاكم فإن كان خيرا قدمتموه إليه وإن كان شرا فبعدا لأهل النار نعم والحديث الصحيح المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حملتم الجنازة فأسرعوا فإن كانت إن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم وإذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال فإن كانت صالحة نعم هذا هو الحديث قال وكره بعضهم النداء في الأسواق والأصح أنه لا يكره لأن فيه إعلام الناس فيؤدون حقه وفيه تكثير المصلين عليه والمستغفرين الآن هذا اللي هو النعي النعي إذا مات الإنسان هل يستحب أن ينعى مثلا نزل على صفحة الفيس رحم الله فلانا توفاه الله الصلاة عليه مثلا في مسجد كذا وكذا صلاة الظهر هذا النعي هل هو مستحب أو مكروه هنا في خلاف عندنا بعضهم كره أن ينادى عليه أو يعني أن ينعى بشتى وسائل النعي نعم والأصح أنه لا يكره كما عندكم ويقرأوا في الأسهل كلام في الأسفل مهم ذكر أنه يستحب إعلام الناس بموته يستحب نعم لماذا؟ لما ذكره فوق في الشرح أن فيه تكثيرا للمصلين وهؤلاء شفعاء وقد يكون منهم ولي قد يكون منهم الصالحون فيشفعون عند الله سبحانه وتعالى والمصلون على الميت هم شفعاء له شفعاء يعني قد لا يكون يستحق الرحمة ولكنه مسلم فبشفاعة بعض المصلين وبدعائهم له قد يرحمه الله سبحانه وتعالى نعم والنبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في الحديث في صعي البخاري يوم الذي مات فيه نعى النجاشي خرج إلى المصلة فصف بهم وكبر أربعا نعم وقال استحسن بعض المتأخرين النداء في الأسواق لجنازة العالم أو الزاهد أو من يتبرك به لكن لا على جهة التفخيم والإفراط في المدع يعني يذكر بما يناسب المقام توفي اليوم العالم الكبير العلامة الشيخ فلان الفلاني والصلاة عليه كذا وقد كان عالما زاهدا نسأل الله أن يرحمه على الموعظ الآن الإنسان يقف على قبره على نعم يستحب له أن يتكلم بما يعلمه فيه يعني جاء في الأثر اللي إسناده حسن قال ما من مسلم يموت فيشهد أربعة من جيرانه الأدنين القريبين منه أنهم لا يعلمون عليه إلا خيرا إلا قال الله تعالى قَدْ أَجَزْتُ شَهَادَتَكُمْ فِي مَا تَعْلَمُونَ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ نعم والجنازة التي مر بها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأثني عليها خير فقال وجبت قالوا ما وجبت يا رسول الله قال وجبت له الجنة وفي رواية وجبت 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 رواه البخاري قال ما وجبت يا رسول الله قال وجبت له الجنة أنتم شهداء الله في الأرض نعم السنة الخلق أقلام الحق وفي الحديث يوشكوا أن تعرفوا خياركم من شراركم وفي رواية يوشكوا أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار قال كيف يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء القبيح الذي يعني يكون أهل الجنة الله تعالى يطلق ألسنة الخلق بما فيه من ثناء حسن قال فصل ويجب غسله وجوب كفاية أو غسله غسل الميت وجوب كفاية يعني لو قام به فرد أسقط الإثم عن الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست ست حقوق وعد منها أن يغسله بعد موته حتى لو تركوا غسله أثموا جميعا ولو تعين واحد لغسله أو لغسله لا يحل له أخذوا الأجرة لأنه لا يحل للإنسان أن يأخذ أجرة على الطاعات نعم وخاصة الواجبات فإذا صار واجب عليه كيف تأخذ عليه أجرة وأنت يعني لا تعمل إلا ما وجب عليه والحديث عندكم في الأسفل حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه نعم إذا غسل الميت فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن البقية وإن لم يقم به البعض أثم كل من أمكنه فعل ذلك قال تضل إذا تعين عليه يعني لا لا يوجد إنسان يغسل إلا هذا واضح الآن ماذا صار حكم تغسيل الميت فرض كفاية ولا يوجد إلا أنت إذا لا يسقط الإثم إلا بك ففي هذه الحالة أنت تقوم بما هو فرض عليك فلا يحل لك أن تأخذ الأجر أما إذا كان هناك يعني الواقع الآن لا يتعين على أحد خاصة نحن في بلادنا كثير من يحسنون غسلاً ميت فلو مثلاً غسله إنسان وأخذ أجر لا بأس بهذا واضح والأصل فيه تغسيل الملائكة لآدم عليه السلام وقالوا لولده هذه السنة موتاكم لما أتوا في آدم عليه السلام نعم قال لبنيه خلوا بيني وبين الرسل ربي نعم فجاءت الملائكة قبضوه وغسلوه بالماء والسدر ثلاثاً وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه ثم قالوا هذا السنة بنيك من بعدك قال ويجرد للغسل الآن من غسل الميت ماذا نفعل نجرده من ثيابه يجرد من ثيابه وجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلاً ثلاثاً وناد القوم بالكفن فألبسوني لباساً لا كمام له وصار زادي حنوطاً حين حنطني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجودة لعل الله يرحمني ثم إيش؟ شيعوك يشيعونك إلى القبر قال ويجرد للغسل ليتمكن من تنظيفه ووصول الماء إلى جميع بدنه يجرد من الثياب فقط توضع قطعة من القماش أو من الجلد فوق العورة غطى العورة إما العورة يعني العورة المعروفة من السر إلى الركبة أو العورة المغلظة على قولين سيأتي الكلاماً واعتباراً بغسله حال حياته حينما كان يغتسر حال حياته كان يتجرد يصل الماء إلى جميع بدنه وما روي أنه صلى الله عليه وسلم غسلا في ثيابه فذلك خص به تعظيماً له الرواية عندكم موجودة في الأسفل لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأراد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تغسيله فقالوا هل نجرده كما نجرد موتانا أم ماذا نفعل؟ فألقي عليهم النوم فناموا أجمعون كلية الفقه الحنفي ترجمة نانسي قنقر